اشتركوا في القناة لخدمة PlayStation Plus ضمن باقات الشهر رح اتكلم لكم اليوم عن مكتبة العاب بلاي ستيشن بلس واللي اصبحت تضمن الآلاق من العنوين المختلفة اللي ربما يكون اي منها ضمن الباقات الشهرية ومع ذلك رح اشارككم بعض التوقعات موعد الكشف عن العاب بلاي ستيشن بلس سوني تكشف بالعادة عن عنوين الشهر الجديد المجانية في يوم الاربعاء الاخير من الشهر الحالي لذلك اتوقع ان يتم الكشف عن العاب بلاي ستيشن بلس لشهر سبتمبر يوم الاربعاء القادم 21 غسطس ورح يتم الكشف عن ألعاب الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة لكن بداية الشهر القادم رح تكون أيضا يوم الاربعاء أتوقع أن يتم تأجيل موعد الكشف إلى نفس الموعد يوم 1 سبتمبر القادم طيب نجي الآن لموعد توفير ألعاب بلاي ستيشن بلس للتحميل كعدتها حيث تقوم سوني بإزالة ألعاب الشهر الماضي وإضافة ألعاب الشهر الجديد يوم الثلاثة الأول من الشهر الجديد لذلك من المفترض أن تتوفر ألعاب شهر سبتمبر القادم يوم الثلاثة سبتمبر واللي هو رح يكون شهر تسعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت مكة للمتجر العربي والساعة السادسة والنصف مساء للمتجر الأمريكي طيب نجي الآن لألعاب بلاي ستيشن بلس المتوقعة مثل ما ذي كانت قبل مكتبة ألعاب بلاي ستيشن رح تحتوي على الآلاف من العنوين المختلفة واللي يمكن أن يكون أي منها ضم باقات ألعاب بلاي ستيشن بلس لكن مع وضع الأحداث وما يحدث في الساحة فممكن أن نتوقع نكون في مجال التوقعات بعض الشيء بداية نجي مع لعبة Call of Duty Mother Warfare قدمت لعبة Call of Duty Mother Warfare تجربة رائعة سواء على مستوى طور القصة المحبوك بشكل جيد أو مستوى طور الأونلاين اللي يعد من أشهر أطوار اللعب عبر الشبكة جذب الملايين إليه ومع تحسين أداء اللعبة وجودتها على أجهزة بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 4 برو رح تكون اللعبة إضافة رائعة إلى باقة ألعاب بلس المجانية الشهرية نجي للعبة الثانية لعبة The Pathless The Pathless هي لعبة مغامرات مذهلة حول رامي سيهم غامض محاصر في جزيرة واللي يجب عليه الوصول إلى أعماق الشر اللي يعاني من السكان وتخليصه منه واللي عثور على طريق العودة إلى الديار بالطبع خلال مرحلة الكشف عن ألعاب بلاي ستيشن بلس المجانية لشهر سبتمبر القادم رح يكون قدامك أسبوع كامل علشان تحمل ألعاب الشهر الحالي أغسطس 2021 طبعا أحب أذكر دائما ودائما أذكر الشيء هذا أنك تقدر تحمل الألعاب هذه على جهازك الخاص وتكتفي بإضافتها إلى مكتبة ألعابك وتحجزها من خلال تطبيق بلاي ستيشن على هاتفك أو من خلال متصفح الويب إلى حين أن تحصل على فرصة لتحميلها وتشغيلها حسب رغبتك دون أي مشاكل طالما أنك تمتلك اشتراك بلاي ستيشن بلس فعال هذا اللي عند اليوم أتمنى مقطع عجبكم ولا تسعون لايك والاشتراك بالقناة وفي زر التنبيهات لا إله إلا أنت سبحانك إن كنتم للظالمين بأمان الله